اخبار اليوم هنتكلم النهاردة باختصار على مرض السكر مرض السكر عشان نعرفه لازم نعرف ان كل واحد فينا عنده في جسمه حاجة زي ورقة الشجر اسمها البانكرياس موجودة في وسط بطنه البانكرياس ده بيفرز هرمون الانسولين الانسولين اللي شغلته يهدم السكر ويهدم السكر وكل حاجة تحولت في جسم السكر يعني العيش الرز المكارون الكربوهيدريت كلها بتتحول لمادة سكرية بسيطة زائد السكر اللي واحد بيأكله اللي موجود في الحلويات او الفاكهة او اي حاجة كل ده سكر الجسم بيهدمه بيهدمه بواسطة هرمون الانسولين في حالة ظهور مرض السكر لو ظهر قبل سن لو ظهر قبل سن عشرين سنة بيكون ده النوع الاول ويكون البنكرياس غير قادر على امتاج الانسولين الخاص يعني مافيش انسولين في البنكرياس فده بيبقى بنسمين نوع الاول غالبا غالبا النوع اللي مفهوش انسولين في الجسم بنسميه النوع الاول النوع الثاني من مرض السكر بيظهر لما البنكرياس ماقدرش يطلع انسولين كفاية لاحتياجات الجسم فمحتاجين يمّا أن ندي له إنسولين خارجي أو محتاجين ننشط أو نفعل هذا الإنسولين نمنع مقاومة الجسم للإنسولين فده بيكون في مرضى السكر من النوع التام يبقى احنا عندنا نوعين أساسيين نوع معتمد في العلاج اعتماد كلي على الإنسولين ونوع قد يتجاوب مع علاجات أخرى غير الإنسولين يعني نوع إنسولين اللي هو النوع الأول والنوع الثاني اللي هو إحنا بننشط فيه إنسولين وبنحفز عمله طيب إحنا النهاردة جلنا مريض السكر النوع الثاني لازم نعرف هل النوع ده هل فيه إنسولين كفاية في جسمه محتاجين ننشطه ولا ندي له سابلمينت زيادة فيه طبعا أنواع علاجات الإنسولين كتيرة فيه نوع بيحفز البنكرياس على إنه يفرز الإنسولين بتاعنا فيه أنواع بتعمل على مقاومة الجسم للإنسولين وتنشيط دور الإنسولين ده بالنسبة ده باختصار شديد لمرض السكر وعلاجاته اللي احنا نوين عليه